الناس بتوع الأصول الناس بقى بتوع زمان والناس اللي عارفين وفاهمين في الأصول الطبق لو نزلك مليان يطلع لك مليان دايماً الطبق يفضل الخير فيه مايروحش أبداً مايطلع لكيش فاضي مش عشان انت مستنية منها حاجة لا هو ده الأصول بتاعتنا كده وخير ونأكل بعض وندوق بعض ونقبل خطير بعض ده اللي لازم اتربنا عليه وليزم نعيش تمانتي طيبة هو يا بمبة ملا نفهم في الأصول بس الناس اللي حواليك لما يعكروا دمك ومزاجك لازم تبقى ماشية زيهم على نفس الخط صح وإلا بقى يستقردوك ويستطيبوك ويقولوا عليك بقى هافأ لا انت مش هافأ انت تاكل شارع بلا لوحدك يا بمبة بس بدالي بدالي جمالك نيع اسمك نيع لا هي نعيخليك كده بس لازم نقولي الكلام صح عشان الناس ما تعيبش علينا يا بمبة المهم انا زي ما بقولك كده انت لا تقبلي حج يهينك ولا تقبلي على نفسك الايانة لأ بعد الشهر بس نجي نفسك بنفسك وقف انت على رجلك وعملي كل حاجة نفسك مراتك هتقول ابنك هيتحمل ولا بنتك هتتحمل ايانة عشان خطر تعيش انت حتعيش بيه من غير وبحماتك من غير حماتك حتعيش ما تخفيش وما تعمليش حساب غير لكرامتك والنفسك الاهتمام والذوق والأدب طالما بتتعامل بيهم مع خلق إلا ما تقبليش عكسي كده على نفسك صحي كده دي النصيحة الصح اللي بمبة بتقولها ترجمة نانسي قنقر